عودة العشر الصبح في الأهل بنجدد التحية والترحيل بكل حضراتكم أهلا بيكم في أولا فقراتنا الحوارية في حلقة النهاردة طبعا الحضور الرياضي في معرض القاهرة الدولي للكتاب كان شيء مهم جدا ويعني الإصدارات الرياضية عن تاريخ كرة القدم كمان كانت حضرة بمنتهى قوة النهاردة هنتكلم يعني عن ثلاث كتب للناقد الرياضي لأستاذ عمر البنوبي شارك من خلالهم في عديد دورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب واحد منهم الحقيقة بنشكره جزيلا الشكر على أنه أهداني أنا ونهواند نسخة منه كرة القدم في المدن الجامحة وكمان هنتكلم عن كتاب مئة عام من الحلم وأيضا كتاب الجنرال محمود الجهري هنعرف بقى تفاصيل كتيرة من خلال الأستاذ عمر البنوبي اللي منورنا صباح لفل على حضرتك أهلا بي صباح لفل عليك يا كريم وصباح لفل يا نهواند مبسوط أن أنا معاك وفي بيتي قناة نادي ده مكانك مش غريب بس مرسيج جدا طبعا على الكتاب وحتعمل إنا إهداء بقى بعد أن نخلص الفكرة طيب نبدأ كده من الأول وفهمنا أصلا قصة هنا الكتاب معرض الكتاب والحديث عن الرياضة وإيه حبك بردو أن أنت تتكلم عن الأهلي وتتكلم عن التاريخ بتاعه وبالرموز بتاعته الكبيرة جدا يعني خيا نعرف منك يا عمر في البداية يعني خليني أقولك أنه في البداية زمان معروف عن جمهور الكورة أنه هو جمهور بيروح المطش بس صح في الوقت جمهور الكورة بيقرأ جمهور الكورة عنده إصدارات رياضية موجودة في معرض الكتاب سواء حتى من الكتاب المحترفين أو حتى من الهواة فيه ناس من الجمهور بتعمل الكتب في الوقت الحالي كمان ما بقاش الحكاية مقتصرة على الاستاد أو على السوشيل ميديا وأن أنا أبقى موجود في المدرك بس وحط صورتي مع الفريق اللي أنا بحاجة بالعكس بقال يعني فكرة أنا بالنسبة لي كان تحدي أو تشالنج أنه جمهور الكورة يقرأ يعني جمهور الكورة يكون موجود في معرض الكتاب يقرأ يتواجد بالشكل القوي اللي إحنا شفناه ده تلت كتاب لي بقالي تلت سنين بعمل كتب في آخر تلت دورات لمعرض الكتاب ده أحداثهم اللي هو كرة القدم في المدن الجامحة فالتجربة نفسها بالنسبة لي مميزة لأنه أنا شفت اهتمام يعني في الأول أنا كنت خايف في أول كتاب بعمله كنت خايف ما والاختيار زاكي من الأول برضو عمر أنت عارف الجماهير كرة القدم بالملايين وجزء كبير جدا منهم بيحضر دايما كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب فالاختيار زاكي بس هو مبني على التفكير ده ولا مبني على خلفيتك أنت كان أخذ رياضي وحبيت لما تكتب ويبقى لك إصدارات عدبية يعني أو كتب تبقى برضو في نفس العالم ده يعني أنا شايف أنه أنا لما ابتديت أشتغل في الكرة وفي الميديا يعني اشتغلت بره مصر الأول في هال سيتي الإنجليزي ميديا كوردنيتر لمصر والشرق الأوسط دول ناطق بالعربية وبعد كده جيت مصر فهي الفكرة أنه بره أو في أوروبا هتلاقي أنه الإصدارات الرياضية وتحديدا في كرة القدم كتيرة وكتيرة جدا يعني حتى لو هنتكلم على نطاق الأندية الصغيرة في أوروبا هتلاقي أنه في بعض الأساطير بتوع الأندية الصغيرة دي عندهم كتب سيرازاتية إحنا هنا عندنا يعني فقر كبير جدا في حتة كتب السيرازاتية لأساطير الكرة محتاجين أنه أساطير الكرة يفكروا أكتر الفترة اللي جاية أنهم يعملوا ده فهنا شفت أنه كتب الرياضية وكرة القدم موجودة كتير بره بشكل يعني أكبر من هنا فليه إحنا ما نشتغلش ونعمل ده ويبقى عندنا المكتبة الرياضية يبقى فيها مجموعة كتب تقرخ لتاريخ الكرة المصرية ونجوم الكرة المصرية إحنا عندنا تراث كبير جدا يعنينا إحنا بنلعب كرة من أكتر من مئة سنة فبالتالي إحنا عندنا مليون حاجة ممكن نتكلم عنها ومليون كتاب ممكن نعمله ويطلع بشكل كويس جدا كمان كلمت في الكتاب تحديدا عن الجالية اليونانية واللعيبة ولعبه مع اليوناني يعني خليني أعرف بالزبط عشان ندي برضو فكرة للسادة المشاهدين عن الكتاب بيحمل ايه بالزبط يعني هو الفكرة نفسها أنه توجه الدولة المصرية في الوقت الحالي اللي هو توطيد العلاقات مع دول البحر المتوسط وتحديدا دول اليونان وأبرس والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما أطلق مبادرة العودة إلى الجذور وبدأ يستقبل اليونانيين ورئيس الوزراء اليوناني في مصر ورئيس الوزراء الكبروسي وبعد كده في زيارات متبادلة شفناها على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا فخلييني فكرت شوية أنه الجالية اليونانية وأنا روحت اليونان وعارف هما بيحبوا المصريين قدي وعندهم نجوم كرة كتير وهما شعب بيحب الكرة هما قريبين مننا في العداد كتير جدا فبدور في تاريخ الكرة في مصر لقيت أنه في النص الأول من القرن اللي فات تقريبا كان فيه سبع أندية للجالية اليونانية موجودين بيلعبوا كرة في مصر موجودين من لعبة يونانيين هما بيسموهم اليونانيين مصريين أو الجريكس في إيجبت يعني حتى هما في اليونان واخدين مكانة كويسة جدا في المجتمع يقولك أنه ده من الجريكس في إيجبت فبالنسبة لهم يبقى حاجة كبيرة يعني لأنه هما دول كانوا أغنى جالية يونانية موجودة في العالم هما اليونانيين اللي كانوا عايشين في مصر واليونانيين كانوا قريبين من المصريين جدا فتتخيل أن فيه سبع أندية منهم ناديين بيشاركوا في أول مسيمين في الدوري الممتاز من لعبة يونانيين نادي الهيلانك يونيون في اسكندرية ونادي بور فؤاد نادي بور فؤاد ده في بورسعيد منطقة بورسعيد منطقة القناة كان موجود من اللعبة معظمهم من اللعبة اليونانيين منهم بالمناسبة يعني أنت لو بمناسبة كاس الأمم الأفريقية أول حارس مرمى لمصر وياخد بطولة أمم أفريقيا في أول نسخة للبطولة سنة 57 كان مصر يوناني اسمه براسكوس تيرميريتس وده حكايته موجودة بالكامل في الكتاب يمكن اتكلمت مع بنته ماريا وتكلمت مع الناس اللي عصرته هنا وكانوا موجودين ولو قصة كبيرة جدا 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 يعني جميل الموضوع اللي أنت بتعمله ده شيء شايخ جدا بس أن أنت بتقرخ لأسماء البعض منها كان بيتردد من مئة سنة فجبت المصادر إزاي يعني في حالة حالة المربر مش حالف أقول إسمه تاني ده اللي أنت قلت فراسكوس تيرميريتس فراسكوس تيرميريتس صح كده أنا شغلي في الأساس ده أنا رجل يعني أنا أصول لك الرجل ده لبس الرجل اللي أنت قلت أنا درس إعلام أصلا صحافة وماجستير وكده فهي الفكرة كلها في حتة البحث أنا هاوي الحكاية دي من زمان يعني حتى في شغلي أحب من متعة الصحافة من متعة الحياة والله كمان لأنه أنا الكورة عملتلي حتى عيلة كبيرة على مستوى العالم ليا في كل بلد أصدقاء ودي من متعة الشغلانة دي بصراحة لكن هي فكرة البحث في المدة دي تحديدا أو الجالية اليونانية في مصر ومشاركتهم في الكورة ما كانتش سهل لأنه اللغة اليونانية صعبة جدا لكن أنا عندي أصدقاء كتير في اليونان لكن في نفس الوقت أرشيف الجالية اليونانية هنا ساعدني جدا وعشان كده بشكر دكتور خالد رعوف يعني هو أستاذ في جامعة شيكاغو أسار يوناني وروماني ومصرح ومن الممثلين بتوع الصقافة اليونانية هنا في مصر الحياة هو ساعدني في موضوع إسكندراني لشخصية رائعة ومترجم ومن أكثر المترجمين اللي ترجموا أعمال أدبية من اليوناني للعربي الحقيقة وللسه أخذ جائزة قريب ببريكلوا عليها على الترجمة فهو ساعدني جدا بأرشيف الجالية اليونانية قابلته في إسكندرية كذا مرة وهنا في القاهرة والحقيقة وكان أكثر المتحمسين لموضوع الكتاب ساعدني في بعض المعلومات وحاجات من أرشيف الجالية بخلاف أنه دايما بدور في أرشيف الكورة المصرية حاول أرشيف تشكيل المنتخب مثلا سنة 30 كان مين فتلاقي فيه 3-4 لعيبة يونانيين تميدس وغيره وغيره فابتدي أدور ناس دي كانت بتلعب فين منهم ناس احترفت بره أول الخيط بالزبط تبتدي مع كل اسم أنا لازم أدور ورا كل اسم أنا في مرة اكتشفت أن فيه لعيب موجود في سكوتلندا اللعيب ده مكتوب إنه مولود في القاهرة فضلت ورا لحد ما وصلت له شخصيا وعملت معاه انترفيو وعرفت ليه وكان مولود في شوبرا شوبرا فأنا هاوي الحكاية دي وما مزهقش يعني أنا ممكن أدور في موضوع 3-4-5 شهور سنة لحد ما وصل للي أنا عايزه فالحقيقة البحث ما كانش سهل لكن أصدقائي في اليونان كمان سهلوا عليها شوية يعني أنا لما حبيت أوصل لماريا بنت براسكوس هي موليد بورسعيد بردو ماريا بنت براسكوس فالحقيقة أكلمتك لا أستناني أنت دارس لغة يونانية أنا حسن أنت عندك شغف أصلا باليونان وبالتاريخ بس أنت ما درستش لا ما درستش اللغة يونانية صعبة جدا بس بس مع أغاني يوناني كتير نقول أسامي بس مع أغاني يوناني كتير عارف الأسامي سفرتي اليونان ليه أصحاب هناك فممكن الدروس حسيتك من النطق متمكن فقلت يعني فأنا لما حاولت أوصل لماريا شفت مين كان بيلعب في بور فؤاد في الوقت هذا أولو علاقة ببراسكوس فأكلمت كابتن حسن أمين الحقيقة هو اللي وصلني بماريا وقبله كان الدكتور طه الطوخ يا الله يرحمه مدرب نادي الأهلي ومدرب منتخب الكويت لما أتكلمت معاه برضو أداني بعض المعلومات عن فكرة انضمام براسكوس لمنتخب مصر والحقيقة يعني قصة براسكوس حلوة لكن كمان فيه لعيبة تانية يعني مثلا أكتشف أنه وأنا بعمل الكتاب أن أول لعيب يخرج من الدوري المصري يلعب في دوري أبطال أوروبا لعيب من غزل المحلة اسمه ياني كوميانيدس ياني كوميانيدس ده كان هداف غزل المحلة موسم 62-63 سنة 63 رجع اليونان اللعب في نادي باناسانايكوس أخذ الدوري لعب في دوري أبطال أوروبا وقاب جنف كلن الألماني في كوارتر فاينل ويعني حاجات تتسجل في التاريخ في حاجات كتير كده باكتشفها في الكتاب طبعا بخلاف اللو المرحلة اللي بنتكلم فيها اللي هي الجزء الأول من القرن اللي فت لأ كان فيه لعيبة يونانيين كتير لأنه أندية الجاليا كانت موجودة لكن بعد خروج الجاليا من مصر في نهاية ستنات بدأت الحكاية تبقى صعبة شوية ممكن ما فيش غير كابتن عبود الخضري راح فرقة درجة أولى اسمها كاليثية في فقتينة وقت فترة توقف الكورة بعد 67 هنا في مصر وبعد كده كابتن عبود كمان بتكلم يوناني وحاجة جميلة يعني وأنا اتبسطت وأنا بتكلم معاه عن الستوري بتاعته في اليونان في العصر الحديث بقى من نهاية التمانينات وبداية التسعينات بدأ اللعيبة المصريين هم اللي يحترفوا في الدورة اليونانية فمن هنا كانت البداية بقى أنه كابتن ماجدي طلبة هو أول لعيب مصري يحترف في الدورة اليونانية ممتاز بشكل ده وصل أنه بقى كابتن فريق نادي باوك وهو أول كابتن مصري هو طريق أشهر عندهم الظبط لفريق أوروبي أنا بشجع باوك أصلا يعني علشان اللعيبة المصريين الكتير اللي لعبوا في باوك بخلاف أنه أجواء باوك نفسها تفكرك بأجواء النادي الأهلي حماسة جمهوره كبيرة جدا جمهوره شغوف بالكورة فالحقيقة من هنا بدأت بقى حكاية المصريين هناك طبعا فيه أكتر من لعيب مصري بعد كابتن ماجدي طلبة كابتن حسين وبراهيم حسن بعد كده كابتن عمد سطر صبري بعد كده فيه لعيبة تانية كتير من مش كبالة وأمير عزمي مجاهد بقى وعمر واردة بعد كده في الوقت في العصر اللي إحنا فيه وفيه أحمد حسن كوكا لعب في أولمبياكوس فيه مجموعة لعيبة خدت تجربة أحمد ماجدي لعب في أتراميتوس يعني فيه مجموعة لعيب وعمر الحلواني يمكن عمر الحلواني في الدوري المصري لحد دلوقتي ينتقل للنادي الإسماعيلي فالحقيقة لا العلاقة في الكورة ما بين مصر واليونان زيها زي علاقتها بمصر واليونان على مر التاريخ طبعا دايما فيها حتى ثقافيا ثقافيا وبالمناسبة يعني واحد من الأباء المؤسسين أو الأب الروحي للرياضة المصرية عموما مش بس كرة القدم هو أنجلو بولاناكي أنجلو بولاناكي ده واحد من أبناء الجالية اليونانية في اسكندرية وكتب في مذكراته أنه هو أول مصري يتنافس رياضيا خارج مصر ووصف نفسه في كده هو مؤسس اللجنة الأولمبية المصرية كان عشقه مصر أصلا يعني عشق لو ترجع بقى للتاريخ بعيدا يعني حتى كرة القدم في كل حاجة في كل مجالات يعني كفاءة ده مش روسوس مولود في اسكندرية وغيره وغيره يعني فنانين كتير يونانيين بالمناسبة مولودين في مصر طبع عمر احنا معنا صور عايزين بردو نزلها وحاجات عن التكريم وحاجات عن الكتاب يا ريت وإحنا بنتكلم بردو مع أستاذ عمر تنزل بس أنا عايز أسألك عن هنا قصة يعني أنا حبة جدا زي ما انت قلت فكرة أن المشجع لكرة القدم مش بس بيحضر مطشاط وراء فريق وراء المنتخب لا ولازم يتعمق وده ابتدت الثقافة تختلف شوية في الفترات الأخيرة فازاي ممكن أن احنا نقيص ده على فكرة الإقبال على المعرض وشراء الكتب الخاصة بمش بكلم بس على الكتب حضرتك يعني الخاصة بيه تاريخ الكرة المصرية تاريخ كرة القدم عمتا إزاي ده ممكن نقيصه أنا عايز أقولك أنه أنا بمشاركتي في ثلاث معارض حتى الآن بثلاث إصدارات مع كل سنة الإقبال على الكتب الرياضية بيزيد جدا مجمس الكتب بتاعتي كويس يعني مش بتكلم بقى على الكتب بتاعتي لا بشكل عام الجمهور الرياضي بدأ يكون له حضور وتواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحتى بنشوف على السوشيال ميديا الناس بتبعت لنا أنا اشتريت كتاب كذا أنا بشوف كتاب كذا وبيرشحوا لبعض كتب رياضية كويس قوي يعني الثقافة اختلفت برضو الثقافة اختلفت طبعا ويعني أنا أعتقد بالمناسبة يعني ده كان تكريم من نادي للتحاد السكندري والحقيقة نادي للتحاد السكندري من الأندية العزيزة علينا كلنا ومن الأندية الخيادة ده محمود بالقاضي عضو مجلس دارة الاتحاد السكندري كان موجود ممثلا عن النادي ده جزء من الحضور يعني مشكرهم كلهم طبعا يعني قيادات الرياضة المصرية والناس كلهم أنا بعتز بيهم يعني معالي العميد محمد مرجان مهندس أحمد مجاهد أحمد حسام عوض محمود القاضي كابتان مجدي طلبه وكابتان أحمد مجدي دكتور ياسر أيوب اللي قدمني في الندوة والحقيقة أضاف كتير للحدث محمد غرابة من نادي أمبي دكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس دارة الاتحاد الكرة الحالي يعني اكتكابت انتمر باجاته مصندة حلوة جدا جدا وبتأكد كمان أن الناس مهتمة بفكرة أنه يكون فيه مشاركة رياضية في الجانب الثقافي يعني ما تبقاش الحكاية مقتصرة على المنافسات يعني نبتلت تنحسن بشكل مرحوص في الفترة الأخيرة نتيجة أن الناس كتير بتاخد معلوماتها من السوشيال ميديا واللي مش بالضرورة تكون معلومات موثقة ولا حتى سليمة ولا حتى حتى حد تعب في البحث عنها يعني أحيانا بتبقى حاجات مغلوطة كتير فكرة أنه أنت توجه الناس والشباب أنه هم يقروا هو ده الأهم لأنه لما هتوجهوا أنه يقرأ ويقرأ حاجة بيحبها هيبتدي يدور بالزبط هيبتدي يدور على المعلوم أنا يعني دايما الناس فيه ممكن الشباب الصغير بيبتدي يقولك ايه لعا الكتب دي حاجة كبيرة وصعبة وبتاع اقرف مجال سهل من اللي انت بتحبه هتلاقي الحكاية هتمشي معاك وهتبقى سهلة يعني أنا أعتقد أنه التجربة نفسها كانت حلوة أنا شفت كتب كتير جدا السنة دي في المعرض الرياضية يعني وبالمناسبة فيه كتب منهم الطبعة الأولى والتانية خلصت منها يعني كتاب صفحات من تاريخ الأهلي مثلا الطبعتين خلصوا في المعرض فده نجاح للكتب الرياضية مش بس الكتب مثلا اللي أنا بعملها أنا مبسوط أنه أنا كتبي الحمد لله بتحقق نجاح لكن في نفس الوقت بشوف أنه كل ما زاد عدد الكتب الرياضية المشاركة في معرض الكتاب كل ده مكان نجاح لفكرة الأدب الرياضي اللي كان مش موجود على الساحة تقريبا لفترة طويلة لفترة اللي فاتت يعني قضينا مثلا عشر سنين كده ما كانش فيه إصدارات رياضية جديدة ما شفتش حاجة مميزة دلوقتي بقالنا تقريبا أربع خمس سنين لا كل سنة فيه إصدارات كتير موجودة وبشكل مختلف ومتطور وكل واحد بيكتب بطريقته يعني أنا مش عايز أذكر أسماء عشان ما نساش حد بس هايل كل واحد له شخصيته في الكتاب بزرط هايل إن ده حاصل بالفعل أنت بالنسبة لك شخصيا سيد عمر آخر إصداراتك كان كتاب كرة قدم في المدن الجامحة فهنا بقى طبعا من ثلاثية زي ثلاثية نجيب محفوظة عندنا كده لكاتب يوناني مولود في عبديني هو مصر يوناني وعاش قضى حياته كله في مصر وكان عايش في أسيود شوية وبعد كده القاهرة واسكندرية اسمه ده زي نجيب محفوظة عندنا كده في مصر وهو في اليونان تسيركس ده يعتبر بالنسبة لهم آيدل ومسأل أعلى وفيجر وشخصية قديرة جدا جدا وأنا لما قرأت الثلاثية دي الحقيقة مبهرت بطريقة كتابته بالأحداث بالقصة نفسها لأنها كلها أحداث حقيقية ودارت في مصر وفي الحقيقة كانت ممتعة جدا فأخدت منها الاسم هو سماها مدن جامحة لأنها كانت بتدور في أرشاليم والقاهرة واسكندرية في وقت كانت الحرب العالمية بعد الحرب العالمية التانية وأثناء الحرب العالمية التانية فبالتالي كانت بالنسبة له أنه كان كل الجاليات الأجنبية أو كل الجنسيات موجودة وعيشة مع بعض في مصر في الوقت ده والحقيقة أنا استمتعت بيها فحبيت أن أنا أربط العنوان مع اسم الكتاب والحقيقة ده عمل رد فعل في اليونان لطيف جدا يعني لأنا شفته أنه حتى حضرت الحفلة حفلة تقديم الكتاب الأديبة اليونانية الكبيرة بيرسا كوموتسي بيرسا كوموتسي هي اللي ترجمت كل روايات نجيب محفوظ من العربي لليوناني لأنها برضو مولودة في مصر وترجمة أكتر من 150 عمل أدبي منهم من ترجمة الكرآن الكريم نسخة معتمدة من العربي لليوناني من الأزهر الشريف جميل فهي حضرت وقابدت إعجابها بالكتاب وبالفكرة فمن هنا كان فكرة اهتمامي أنه العنوان يبقى برضو متاخد من التراث المشترك ما بين مصر وليونان لأنه سيركس أعتقد أتولد في مصر وعاش حياته كلها في مصر راح اليونان بس سنة 63 يعني هو موليد 1911 يا ده راح على كبر راح على كبر جدا يعني راح وهو ونشر وهو اتشهر بعد ما توفى يعني بعد ما نشرت نشرت السلسية دي هو توفى سنة 80 فالحقيقة هو من الناس اللي أسعدتني وأنا أعيد أقرأ يعني أنا أنا بحب أقرأ كتير جدا برا الكرة يعني أنا برا الكرة بقرأ في كل المجالات فهو من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي لطيفة جدا ابتدت كتابة في الرياضة تحديدا إمتى كصحافة من زمان من 2009 و2008 وككتابة أدبية بقى كان 2020 هذا أريب يعني أنا دخلت معرض الكتاب 2019 قلت أنا السنة الجاية إن شاء الله 2020 هيبقى لي أكتاب هنا وأنا كنت قريدي بجهز كتاب بقى لي 8 سنين الأصل والعادي بتاعك هو النقد الرياضي النقد الرياضي صحافي بالنسبة لتجمع معلومات أو مصادر ولا بيبقى يعني ليه 10 سنين تتوقف على الفكرة أنت فكرتك إيه وعايز تكتب أنا في الكتاب الأول اللي هو ما أتعمل الحلم ده كنت عاوز أوثق قصص احتراف اللاعبين المصريين في أوروبا على مدار 100 سنة من 1908 إلى 2008 اللي هو الفترة اللي ما قبل السوشيال ميديا كل اللي بعد السوشيال ميديا الناس حفظه عرفاه وعاشيته لحظة بلحظة لكن لما أتكلم عن اسم حسين حجازي واحد من الأول أسطورة في تاريخ الكرة المصرية حسين حجازي ده أول لعيب محترف من مصر نقدر نقول إن احنا شفنا الوثائق بتاعته من سنة 1911 يعني من أكتر من 100 سنة كان النادي الأهلي بيقدم أول محترف في أوروبا يلعب في دور إنجليزي ويلعب ويسجل هدف رسمي في دور إنجليزي كان حسين حجازي مع فولهم سنة 1911 فالحقيقة أنه في الفترة دي أنا ابتديت البحث في قصة حسين حجازي وبعدها قلت أنا هكمل وأنا بكتب الكتاب مش بس بكتب المعلومة أو أن أنا موصلت المعلومة بكتب أنا مثلا بتكلم عن كابتن هاني رامزي في ألمانيا بعمل انترفيو مع أوتري هاجل المدرب اللي كان مقتنبي جدا مع روي هاجلس المدرب اللي طلع أوروبا عشان كل معلومة تبقى طويلة لأنه كمان كنت أخد مئة سنة مئة سنة دي فيها العيوة مصريين كتير احترفوا بره فعشان أوصل أن أنا أقدم مادة أنا راضي عنها ممكن تاخد معاي وقت طويل طب فكرة أن فيه غزارة في الانتاج أنا بقى مش بكلم بقى عن أدب كرة القدم إنجازة التسميع أنا بكلم بشكل عام وأكيد حتكت بحكم أن أنت بتروح سنويا معرض الكتاب فأنت أكيد ملاحظ ده أن فيه غزارة ملحوظة في الانتاج الأدبي والروائي بشكل عام في بعض الأحيان تيجي تغرب الانتاج ده حتسقط على الأقل نصه إن ما كانش تلت تربعه حتلاقي نفسك بصدد قراءة عمال لا تستحق حتى القراءة فهل دي ظهارة صحية وجود غزارة في الانتاج ولا الأولى يبقى فيه غربلة رقابية من كينات ومن أشخاص يعني بيتم اختيارهم بمتالعناية عشان اللي يبقى موجود في السوق يبقى الخلاصة ويبقى أدب فعلا ورواية حقيقية إلى آخره أنا هقول لحضرتك السؤال حلو جدا وصعب جدا وجميل جدا بالمناسبة بره أدب كرة القدم والرياضة بره كل حاجة الانتاج الأدب يبقى كتير جدا لأنه هي صناعة وبتكسب فأي حد ممكن على السوشيال ميديا عايز يعمل الكتاب هيعمل هيلاقي لكن الفكرة زي ما قلت لو غير بيلت هتكتشف أنه مع التقييم أنك أتخذ عشرة في المية فقط من الانتاج النقطة الأهم الرقابة المفروض تبقى رقابة الجمهور الجمهور هو اللي بإيده أنه يفشل الأعمال دي أو ينجح يعني أنا أتمنى أن الجمهور يقيم صح دايما لما يحب يقرأ يقيم بشكل موضوعي شوية ما يمشيش ورا الترند حتى الترند في حتة الروايات أو الكتب بخاف منه ده مصيبة بخاف منه يعني أنت تقدر تراهل على الجمهور ما هو خلي بالك جزء البيل من الجمهور هم اللي نجحوا أسماء معينة في دنيا المهرجانات مثلا بكلمك حتى على فنون مختلفة ما فيهاش يعني فعلا تقييم حقيقي يعني فأنا أنا يعني لو كنت أتمنى كنت أتمنى أن الرقابة تبقى للجمهور لكن أنا بالنسبة لي لو في نوع من أنواع الضمير المهني عند دور النشر وهي بتختار هتنتج لمين هنا الأمور كانت هتبقى سهلة ضمير مهني بعيدا عن المكسب بعيدا عن المكسب بس طوال المكسب المادي أي حد بس لازم حيدور عليه للأسف للأسف زمان ما كانش ده اللي بيحصل زمان كانت القيمة يعني لو بتكلم من مئة سنة لو بتكلم نرجع مئة سنة نشوف مين اللي كان بيكتب طبع تبتتكلم بقى يمروزة يعني بالضبط فهي الفكرة كلها وبرضو أنا بالنسبة لي دايما بحب أراهن على وعي الناس وشايف أن الجمهور في وقت من الأوقات هو اللي هيقيم وهو اللي بيفرز وعلى فكرة يعني الأعمال اللي هي غير ذاتة قيمة دي بتاخد وقتها وكتنتيه وفعلا بتختفي يعني أنا في حد قال لي كلمة حلوة بعد ما عملت أول كتاب قال لي في سنة دي كتب كتير جدا لو عدته ما يبقى في خمس ست كتب كتبك يبقى منهم اللي هيكمل بعد كده لأنه في مجهود وفي معلومات كتير وبعد كده أنا ممكن أحب أرجع له عشان أوصل لمعلومة معينة لكن في حاجات بتتقري زي سنة دوتشات التيكاوي كده والسلام عليكم واختفت طيب عمر فقبل ما ننهي الفقرة إن خلاص الوقت خلص توقعتك للنهار دائي إن شاء الله سريعا إن شاء الله لأهلي هيقدم مباراة كبيرة كالعادة دائما براهن على الأهلي في الظروف الصعبة وأعتقد إن المباراة مش سهلة لأنه أنا عرف مدرب بالمراس قبل فريرا مدرب بارتغالي كان بيدرب باوكل يوناني قبل كده ومدرب شاطر جدا متطور زيه زي بيتسو موسيميني وبالتالي المباراة مش تبقى سهلة خصوصا إن فيه السنة اللي فات ثقر مش سقر ولا حاجة لا يا ثقر قروي مش ثقر أقصد 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 أنه أبل فريرا يهمه أنه أنا ألعب سيمي فاينل عاوز ألعب سيمي وأنا الأهلي يهمني وأنا براهن دائما على النادي الألي في المواقف الصعب لم أقلت لي برضو طاقات إن شاء الله الأهلي يكسب 1-0 1-0 حلو جدا سنختم بدا مشكورك جدا يا عمر شكرا لك نورتنا وسعداء بوجودك معنا وإن شاء الله نشوفك على خير مع إصدارات بقى جديدة وإنتاج أدبي وأروائي جديدة إن شاء الله سنقوم بفاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي بقى معكم تاني وآخر فقرة الحوارية حليكم معنا